انت عرفها كانت حلاوة نرجس انها بتدحكنا من غير ما تقصد اه هي يعني هما بعز ما بيتكلموا بجد هي تروح على تقول من لازم نعمل عمل والله هم مش عاق تافها هي غلبانة قوي يعني مش عارفة تفكر مش متعلمة يعني فهمة فهي حرام هي الغلبانة بتاعت البيت على فكر صح؟ ليه قلت محمد رمضان ترات شخصيته غير ما كنت باسمع لا مش ما كنتش باسمع هي بصي رمضان في اللوكيشن انا مشتغلتش معي قبل كتو لكن اعرفه شخصيا فقدستي بتسمعي في الناس وقولك ده رمضان وحش في اللوكيشن ده مش عارفة ايه فقدت بتسمعي لكن ما شفتيش رمضان في اللوكيشن هايل اولا ملتزم جدا جدا اه واحب بروفاشنال اوي بحب كل الناس ما بيفرقش في المعاملة متواضع جدع جدا مع كل الناس يعني اللي احنا شفناه غير ما الناس بتطلع ما عامش نيه الناس بتطلع اشاعات على ناس وهم مش شايفين يا انت حضرته في اللوكيشن عشان تقول عليه كده ده اللي انا بتكلمين انت ازاي بتقول كده برضو يا منا نجح اوي فالناس بتطلع ما تقولك ايه يمكن كان فيه اخناءة مع الفنانة الفرانية الفنانة الفرانية تخنقت عليها مش عارف ايه بصي اقول لك على حاجة انا انا مش ضد الاشاعات اللي تبقى تضيف للعمل ولكن انا ضد الاشاعات اللي تبقى ضد العمل يعني انا النهاردة انت اللي بيطلع اشاعا فيه مثلا بينه وبين زميلة معانا مشكلة في المساعدة اعرفت من ايه يعني شفتها حضرت الوقع ما حضرتش يبقى اذا انت متقولش كلام اللي لما تتأكد منه من الطرفين لكن انا بداي مثلا بحد بيجي نزل خبر من غير ما يرجع لي طب انت بتنزل خبر بناني على ايه صح اتأكد من المصدر بالزبط طب نارجس كان لها لازمات كده حلوة الناس في الشارع حافظانها بتقولها لك ده كتير حاجات كتير جدا بس هما اللي معلق معهم قوي بموضوع حبيبي يا جعفاريكة دي اللي انا قدت غنيها طول الوقت انا اصلا الاغنية دي احنا كلها بتغني حاجة تانية وبعدين استاذ سامي جيوا احنا الاغنية اللي انا كنت حافظها في الاول قال لي لأ طب ما تيجي نعمل حاجة تانية قلت له يا اسماريكة قال لي خلاص خليها جعفاريكة بقى قلت له طب خلاص فقلناها جعفاريكة ومقولناش لرمضان فدخلنا في المشهد لاني بغنينه كده فادحكنا اول مرة فعدنا تانية قال لي ما اتهزريش يا من دي مفاجئات او مرة بنرفع عن التصوير طب كانت ايه الاغنية اللي كنت هادقنيها مفودي يا من كانت حاجة لفايزة احمد كانت ايه؟ فكرة؟ لا مش فاكرة دلوقتي بس ايه كانت حاجة كده ايه ماشي مع الستايل فهمه وكتت صعبة جدا في حفظها بصراحة ايه مش عارفة ايه عوجة الطائية يا ابويا مش عارفة عين جدا ايه فدخلنا غنتها الرمضان فاتحكنا وبتاعه وصورنا بس كانت دماء خفيف كانت احلى هي كانت شيء قوي السامي قالك ايه بس هو السلسر قريب ايه أستاذ سامي ايه مش عنا بس هو احنا اتقابلنا كلنا في صحور وفرحان بينا كلنا بصراحة ويه لان هو اكتر حد شايف انا كنا تعبانين قد ايه ومالتزين قد ايه فعاً يعني الحمد لله ربنا مدايعش تعبنا هضر فالنجاح حلو وصعب واحفاز عليه ايه اصعب يعني احنا انا كمانا بتمنى لكل ناس تنجح والنجماع يعلى ويبقوا مسلسلهم احسن حاجة في الدنيا ويبقوا احسن نجوم وفي نفس الوقت نفسي انهم كمان يتمنوننا الخير ما يبقوش في حق دكور ليه يعني الناس ما عافش لين النفوس بقت صعبة بس انا اعتقد انت فيه اجماع عليك في المسلسل ده يعني انا ما شفتش حد غير ما قالي نرجس رائعة من اكتشاف مننا فيه حاجات مننا نضقت فنيا مننا خدتنا في وماشا واسع يعني دراما وخدتنا في الكومدي يا ربي دي بتدحكنا من غير ما نحس يعني انا ما اعتقدش انت في حد حجبك خالص انا انا اعتقدتش من صحابي كتير جدا بيكلموني بيتحكوا بس كلما يجوا في التليفون قالوا خلاص احنا مش هنعرف نتعامل معاك عائدي وباقي كل دلوقتي فيه ناس بيجو لي البيت كله هما دخلين فيه حد من صحابي جايلي لسه من قرائب جايلي بكيس ملح رشيني ملح اول ما داخل قابلت له لا انت اكيد كده بتحضر قال لي مش ضمنك قال لي ممكن الدور يكون احسن بيك ومتلو مش للدرجات فمبسوط ان في حاجات عاملة كاتشي مع الناس الحميد